طيب انت فاكر نادي الترسنة كان الأول خيام والوالد رحمة الله عنه الحجة محمود عبد الفتاح بنا النادي حقلنا قصة دي كانت ايه هو النادي طبعا اللي هو الترسنة اللي هو في ميت حقبة دا دلوقتي أساسا كان هو والزمالك برضو كان مصرح الزمالك كان مصرح البلون مصرح البلون ومصرح السامر أيوة كان الترسنة الترسنة والزمالك كانوا جن ببعض برضو الاتنين الترسنة المرحوم عبد الحميد السماعين اللي هو كان مدير عام الورش الامريا. ده الترسان. خد المكان دوت وحاب ينقل الترسانة تبقى ايه في مكان مستقل. اكبر شوية. اه. والامور دي كلها. فخده المكان دوت. فكان المنطبي عملية الترتيب والنقل والتجهيز والكلام ده كله كان الوالد. اللي كان مسؤول في النادي كله ما اعتقدش ما كانوش يتعده اربع افراد. كان الوالد الله يرحمه والله يرحمه واحد كان اسمه عام كمال عيد. اه وكان اه بيشتغل معاهم تحتيهم. واحد اسمه برهيم سمعان كان من متعقبة وواحد اسمه لبيب. بس دول اللي كانو بيديره بسم الله مشا الله حافظ الاسامة. النادي. اه. والباقية العمال اللي موجودين في النادي ما هو كل دول كانو بيشتغلوا في الورش. ايه. اللي هي النادي الترسانة. وكانو ب amisructure وترسانة وبيعشقوا الترسانة ولا مجرد هم بقى موجودين في نادي الترسانة عليك نشجع عالترسنة لا ده كانوا بيحبوا النادي كان الورش حتى الماتشات دايما كانت يوم جمعة انا اذكر واحنا صغير كان الترسنة الجمعة دي راحة اه فكانت عمال الورش يجوا تراجعوا على الماتش يجوا وبيحسبوا لهم نص يوم عشان يحضروا عشان يجوا اه اه فيجوا تعالوا تفرجوا على الماتش ويتحسب لهم نص يوم كأنهم راحوا الشغل يا اخي شوف ازاي حتى الناس كنت بتفكر زمان ازاي اه وهم مراحوش الايه الشغل فكانوا دول حتى العمال اللي كان بتشتغل في قوض اللبس والكلام ده كله وكل مستلزمات النادي لان طبعا الورش الامريا فيها اقسام صيانة كتير طبعا نجارة حدادة طبعا نقاشة فكان دول كلهم بياخدوا زي انتداب للنادي للنادي ما بياخدش فلوس بس انهو بيقبط فين في النادي في النادي من الورش فما كانش فيه تكلفة عليهم فانا بداية دخول النادي انا اذكر مكان في ظهر المقصورة اللي موجودة دي دلوقتي كانوا خمتين لان ما كانش فيه لسه قوض الخمتين بتعالوا في القوض اللي بتغير فيها اللي يدوم اه ما كانش لسه كانوا بيابنوا لان طبعا المدرجات حتى كانت يدوب تلات اربع درجات مفيش اه مش اكتر اه وطبعا اه هما لو قوضة او قطين بالكتير اللي هما بيقلعوا فيها والعمال جواها الولد هو اللي بنى النادي اه ابتدى هو اللي ايه كان هو اللي مسؤول عن ايه البنى والنقل والترتيب نعمل لكش قوضة كده على جنب الترتيب خالص خالص